الإنسان من لنا عبارة عن مجموع أيام يوم ويوم ويوم أيام عمرك أيام فإذا ذهب يوم من حياتك ذهب بعض منك وإذا ذهب البعض أوشك أن يذهب الكل ورحم الله من قال لك يا ابن آدم بيتان ويومان وليلتان بيت على ظهر الأرض وبيت في باطنها فأتى إلى البيت الذي على ظهرها فعمره وشيده وزخرفه وأحسنه وأتمه وأجمله وجعله في أفضل سوره وأتى إلى البيت الذي في باطنها يعني القبر فخربه وأفسده فسأله سائل يا فلان يا هذا أيهما بيتك هذا أم ذاك الذي على ظهرها يعني بيت الدنيا أم الذي في باطنها قال له عجبا لك كلاهما بيتي هذا بيتي وذاك بيتي قال له نعم كم تقيم هنا وأشار إلى بيت الدنيا قال لا أدري ربما أقيم فيه نفسا أو نفسين يوما أو يومين ساعة أو ساعتين جمعة أو جمعتين شهرا أو شهرين سنة أو سنتين أقل من ذلك أو أكثر علم ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال له نعم وكم تقيم هنا وأشار إلى البيت الذي في باطنها قال أما عن هنا فهنا مقامي ومرقدي هنا مقامي هنا مرقدي قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن كما قال الله سبحانه وتعالى ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هذا وعد الله كما قال الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ومن هنا كما علمنا قال له كم تقيم هنا قال لا أدري وكم تقيم هنا قال أما عن هنا فهنا مقامي ومرقدي ولك يا ابن آدم ليلتان الليلة الأولى هي أول ليلة يبيتها الإنسان في عالم البرزخ بين الأموات في القبور إنها ليلة لم يبت مثلها قط انتقل من الدنيا إلى البرزخ انتقل من أناس كان يألفهم وكان يعيشهم ويعيشونه إلى قوم لا عهد ولا دراية لهم من ذي قبل انتقل إليهم انتقل من ملاعبة الجوار والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان انتقل من التناعم في الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب انتقل من الدنيا إلى القبر والقبر أول منزلة من منزل الآخرة وليلة الثانية هي الليلة التي يكون في صباحها قيام الساعة ولك يومان يوم يأخذ كتابه فيه إما بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ويوم يأخذ كتابه فيه إما بشماله وإما من وراء ظهره ويوم يساق فيه إما إلى الجنة وإما إلى النار عفان الله وإياكم إذن حينما نعود إلى قول الله تعالى ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هذا النعيم الذي كان فيه يعني مثلا ننظر إلى إنسان مد يده إلى الرشا فأكل حراما سرق أموال الناس غشا خدع الناس دلس عن الناس جمع مالا كثيرا وعدده وبنى من هذا المال بيتا بل وبنى منه بيوتا كثيرة ثم بعد ذلك عاش فيه ما عاش وانتهى أمله وانتهى عمره حين ذاك نقول له حينما تقف بين يدي الله تعالى ليسألك عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته هل هذا النعيم الذي كنت فيه في دنيا ينفعك وأنت واقف بين يدي الله بالتأكيد لا ينفعه شيء